منجل ما يسمى بالسندويتش بانل يواصل حصد أرواح العراقيين بالحرائق فالحرائق بسبب تلك المادة بالآلاف وأضحاياها بالمئات مديرية الدفاع المدني سجلت هذا العام قرابة 19 ألف حريق حتى شهر أبل ماضي تسببت هذه الحرائق بمقتل أكثر من 800 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة لا يفترض أن تمنح إجازة لأي بناية ما لم يكن هناك كشف للدفاع المدني وعلى أثر الكشف حتى بعد إنجاز البناية بعد ما تتم إكمال البناية لا يجب أن يكون هناك كشف أخير للدفاع المدني قبل الشروع باستثمار البناية واستغلالها سواء كان تجاريا أو سكنيا سيكون الدفاع المدني يشوفها صالحة من ناحية السكن أو من ناحية العمل أو من ناحية اللواء حريق الحمدانية وقبله حريق مخزن العطور ومستشفى الحسين ومستشفى ابن الخطيب والقائمة تطول فواجع تتوالى على العراقيين دون نهاية وفي قبلها تقول وزارة الداخلية بأنها باشرت بتجديد الإجراءات تفاديا لتكرار تلك الحوادث هناك تشديد إلى كافة دوار الدفاع المدني بوجوب اتخاذ أقصى الدرجات بموجب القانون الدفاع المدني ومنع الأشخاص من هذه التجاوزات لا سيما في الأماكن التي تشهد لا سيما في الأماكن التي تشهد قبال المواطنين عليها كالمطاعم كالمدارس كالجامعات وغيرها حوادث مروعة ناجم عن الإهمال في شروط السلامة وعدم تأمين منظومات إطفاء للحريق وغيرها من أسباب لم توضع لها حد حتى الآن لإيقاف تكرار تلك المآسي فهل ستكون حادثة الحمدانية هي الأخيرة أم أنها حلقة من مسلسل لا ينتهي من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر